انتصل في حسام زملط انه يهدد فيه هذا حسام زملط الجسوس البريطاني الجسوس البريطاني اللي نسجل اسمه في بريطانيا سكان اسرائيل يهددني وبدو ينتقم مني وبدو يعلمني الادب لا لهانا وبس لن اسمح لالو ولا لامثاله ولا لواحد زيه هذا الحقير الخنزير التافه انه يهددني اذا بدو يرجع للتاريخ ويرجع للعائلة انا عندي عائلة بتوكله وبتوكل اهله وعائلتي وتاريخ عائلتي اشرف منه يرجع هو لعائلته مين ويرجع لجذوره هو مين هو يرجع لنفسه لهانا وبس عيب عيب انا سكتت واحترمت واحترمت واحترمتكو كلكو كلكو احترمتكو وحطيتكم على راسي من فوق لكن هذا الخسيس الجسوس الجسوس البريطاني يهددني ويبعث تهديدات لإلي وبدو يكسرني وبدو يكسر كل من حوالي وبيجيني واحد بيقول لي يا أخ جهاد عيب أو لأنه ماسك منصب إذا المنصب تاعه بدو يهدد فيه الناس تزفيف منصبه وسيادة الرئيس والأخ أبو بشار تاج الراس وغاليين علينا جميعا ونفتخر فيهم جميعا ودائما نقول بأنه سيادة الرئيس والأخ أبو بشار تاج على روسنا إذا هم بدهم يسمحوا لحسام زملط الجسوس البريطاني المسجل عند البريطان سكان إسرائيل أنه يهدد جهاد جعارة فأنا بد أحولها بين دار جعارة وحسام زملط وخلي حسام زملط يفصلني زي ما قال سابقا بد أفصله من حركة فتح وبد أدوس عليه خلينا أشوف حسام زملط شو بده يعمل معاي فحبيب الله يرضى عليك وخليلي إياك لهانا وبس يا أخي محمد رجاعن شكرا لكم